بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أسرة الغالية أسرة قناة ابن الوحى أهلا بكم ومع الجزء الثاني من سلسلة أجزاء تركيب شورت بلوك محشة البرسيم طبعا احنا في الفيديو الأولاني كنا فكينا الحاجات اللي هنخسلها وهنكمل مع بعض قدينا بنخسل في الحاجة اللي احنا هنحتاجها واللي احنا هنركبها في الشورت بلوك الجديد بنخسل في العظمة وبنخسل في الكربراتير وبنخسل في المسامير وبنخسل شداتي التيلة كل حاجة هنخسلها وهنركبها على جنب وننشفها ونبدأ بقى نجمع المحشة مع بعض طبعا يا جماعة حاليا دلوقتي بخسل في البستيم زي ما حضراتكم شايفين أنا كان معايا صنفرة كده فبصنفره عشان الكربون اللي من فوق ده والسواد ده ويبقى نضيف لأن انت أول ما هتشدي تيلة واحدة هيشتغل معاك إن شاء الله على طول أنا بخسله كويس اللي بستيم يعني هو لو العمرة هتبقى أنا شايفني يعني 60% يعني كويسة بنسبة 60% طبعا احنا مش عايزين نكلف الزبون على قد ما نقدر هننزبط الشغل والله المستعان يعني حاليا دلوقتي بنغسل في التيلة الصغيرة لأن أنا هحتاجها إن شاء الله كل حاجة بخسله حتى المسامير اللي موجودة معايا دي بخسلها إن شاء الله كده هنشف الحاجات دي كلها وهشيل البنزين اللي أنا غسلت فيه كل حاجة وهبدأ أجمع الحاجات دي إن شاء الله مع بعض ياريت يا جماعة حاب يتابع السلسلة كلها ما ينساش يتفرج على الجزء الأولاني عشان إحنا بنربط الفيديوهات كلها ببعض وأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أخلي الفيديو أربع دقائق أنا مش عايز أطول عليك عشان ما تملش وزي ما تحب ماشي الفيديو ووصل الجزء اللي أنت عايزه أنا دلوقتي بعد ما غسلت كل حاجة فاضل الشميز أهو يا جماعة معايا الفرشة فرشة الأسنان بخسله من جوه بالراحة كده عديت الصنفرة وأحاول كده أحاول أصنفر الجزء اللي هو بيركب فيه الوجود تمام كده يا جماعة هو زي ما أنتم شايفين أنا مسك المفاك وبالراحة كده سقط الصنفرة لتحت وأحاول أخسله كويس عشان لو فيه أي كربون نخسله بالمرة عشان يبقى شغلنا نضيف طبعا الجوان ده بإذن الله يا جماعة احنا مع بعض هنحاول نشيله دلوقتي بالسكينة الصغيرة بس بعد ما إيه نصنفر الشميز كويس على أساس أني تبقى الحاجة نضيفة بنخسله مرة واثنين وثلاثة أنا هو ده شغلي يا جماعة أحب أزبط شغلي على أساس أني يعني تبقى الشغل نضيف بنخسل كل حاجة حتى المفكات يا جماعة بخسلها بالبنزين بنشف الحاجة واحدة واحدة كده يا جماعة أنظف المكان اللي أنا هشتغل فيه هبدأ أجيب المسامير أو يا جماعة جبت الفرغة شورت بلوك ركب فيه التانك هبدأ أركب الكوباية واحدة واحدة بالراحة كده مع بعض هحاول أثبت الحدافة بمفتاح الألمكي عشان أقرب الشدات التيلة هركب فوق منها على طول يا جماعة الشدادة أو التيلة وفوق منها على طول بركب حامل التانك إن شاء الله تابعوني في الجزء الثالث نكمل مع بعض